اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسنتم وفقكم الله برامج جدا مفيدة شكرا يا عزيزتنا الغالية وان شاء الله يا ربي مو فقط انت تستفيدين منها ان شاء الله اكبر عدد من الناس واحنا بصراحة لان دان نستفيد منها لان دان نتذكر هاي معلومات ودان نستفيد ايضا من اراءكم كربلاء جنة تصلي على محمد وعلي محمد وتقول تربية الايتام باخلاق وحسنية تكون مغروسة بهم حتى الكبر يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله انا وكافت اليتيم في الجنة يعني تفيد بالدنيا والاخرة يعني صدقة بالدنيا واجر بالاخرة احسنت ياكرا بلاء جنتي وعاشت ايدج واما رقية العبادي تقول السلام عليكم الصدقة تدفع البلاء عن المتصدق اطالة العمر ونماء في الرزق اولها كفالة اليتيم اكبر الصدقات ورفع الاذى عن الطريق وكلمة حق صدقة هل حلوة ما الرفع الاذى عن الطريق بلي اماطة الاذى هذه جميلة جدا نعم اشرف بهجة العطوة يقول صلة الارحم وايضا عندنا من متابعتنا دائمة خادمة الزهراء السلام عليكم صباح الخير وصحة والسلام عليكم يا أخواتنا المذيعات العزيزات صباح النور والعافية والسرور ان شاء الله عليكم على كل اللي تحبيهم يا رب وفقكم الله بالنسبة لسؤال برنامج صلاة الليل قراءة القرآن وقت الصحور قراءة زيارة عشوراء بعد صلاة الصبح كل يوم بعدها صدقة المبلغ اللي أستطيع به به بهالعمل راح أملك الدنيا والآخرة وتحية طيبة لكم تسلمين يا عزيزتنا الغالية على كلماتك الجميلة وان شاء الله يا ربي هذه الأعمال بميزان حسنات اتشار الله وأيضا من صديقة البرنامج خادمة الحسين كل عمل خير نعم له ويأخذ به من الآخرين هو صدقة جارية الصدق الأمانة الكلمة الطيبة السيرة الحسنة أيضا تكون صدقة جارية أولاد صالحين يكون ذكر خير بلي كثير من التعليقات عبد الزهرة بعد وينا عبد الزهرة تعليم الأخ أو الصديق مثلا أحكام التلاوة أو سياقة السيارة أو صنعة مفيدة حلو كثير حمودي البصراوي رح نقراكم إياها على عجالة يعني مخرج دي يقول لنا الوقت يعني بدي داهمنا حمودي يقول أنه أتبرع براد مي مثلا يكون صدقة جارية أبو حسينية أبو محمد يحب الكتابة عن أهل البيت عليهم السلام مثلا أبو منذر يقول اللي يعمرون الأوطان الناس اللي يعمرون الأوطان مثل لدينا شخصيات كثيرة بصراحة كان لهم طابع جميل الله يرحم اللي غادروا ويعطي الصحة للي بقى ملعتهم إن شاء الله نعم